أهلا بكم محبا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي جريمة شنيعة وقعت في مدينة تلهب محافظة المنوفية حيث قام شاب يدعى محمد راجح وابلغ من العمر 20 عاما بقتل الشاب محمود البنة البلغ من العمر 18 عاما بعد قيامه بالدفاع عن إحدى الفتيات أثناء تحرش الأول بها هذا الأمر مثل صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تفاعل العديد من المغردين والمدونين مع هذا الأمر ووصفوا محمود البنة بشهيد الشجاعة والشهمة أيضا أهل محافظة المنوفية طالبوا السلطات القضائية بالقصاص لمحمودة دعونا نلقي نظرة على أبرز التغريدات والتدوينات التي تحدثت حول هذه الجريمة الشنيعة بداية تلك التغريدات معنا من خديقة خديقة كتبت لتقول إلي لابس أذرق ده محمود البنة طالب سنوية عاما ثم 18 سنة من المنوفية شافل به التاني محمد راجح واقف بيتعرض لبنت وضربها ومحمود دخل يدافع عن البنت أخذ 12 طعنف رأبته وبطنه حقيقي إحنا عايشين في كرثة وغابة ادعوا المحمود بالرحمة يا جماعة تحت هاشتاج إعدام راجح أيضا على ذكر هذا التفاعل الكبير أحباء المشاهدين من جانب المغاردين والمدونين قام محافظ المنوفية ألواء سعيد عباس بالتوجه لمنزل أسرة الضحية وقام بمواساتهم وعلن أيضا أنه سيأتي بالقصاص لنجلهم محمودة وأنه إذا لم يستطيع فعل هذا الأمر فإنه سيترك المنصب دعونا أيضا نشاهد باقي التغريدات التي لدينا ومن خليجة إلى حسام سليم حسام سليم كتبه ليقول جنازة مهيبة للشاب محمود البنة من المنوفية الشاب ده لأ واحد صحبه بيعاكس بنت جارته فقام قال له عب كده اعتبرها أختك وبعدها قام منزل بست معاكسة البنات مش رجولة أم صحبه جاب مطوة وضربه في بطنه ورأبته ربنا يرحم محمود ويثبته عن السؤال هنعود أحباي المشاهدين لباقي التغريدات ولكن اسمحوا لنا بأن نعرض مقطع الفيديو هذا والذي يظهر فيه لحظة مقتل الشاب محمود البنة والذي وصفه كثيرون بشهيد الشهامة والنخوة في محافظة المنوفية دعونا نشاهد رك Ank'ي اتنسى المنوفية المترجم للقناة وفقا لما ذكره الأهالي بأن هذا الشاب هو محمد راجح هذا الشاب الذي يرتدي شرط اسود قام بالفصل ما بينه وبين المجن عليه إلا أن أحد الشباب المساعد لمحمد راجح في تنفيذ تلك الجريمة الشنيعة تدخل وقام بإبعاده عن موقع الحادث هذا هو الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي موما أهل محافظة المنوفية عبروا عن غضبهم الشديد من هذه الواقعة ونادوا بالعديد من الهتفات المطالبة بالقصاص دعونا نشاهد في مقطع الفيديو التالي بماذا هتف أهل المنوفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر